تواصلت جهود البحث والإنقاذ لليوم الثالث لإخراج آخر أربعة عالقين تحت ركام فاجعة الويبدي وسط مؤشرات على أن أحدهم ما زال على قيد الحياة أحد العالقين الأربعة تحت ركام العمارة المنهارة والآخرون في الجزء السفلي من المبنى المجاور ولأول مرة منذ بدء عمليات الإنقاذ قبل خمسين ساعة تقريبا علقت طواقم الإنقاذ عملها لمدة ساعتين من أجل تدعيم الطمم والركام بعد ظهور مؤشرات على احتمالية وقوع انهيار آخر وغدات زيارته إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تفقد جلالة الملك عبد الله الثاني عمليات مديرية الأمن العام وأكد أهمية استمرار التوسع في تدريب وتأهيل فرق البحث والإنقاذ وتزويدهم بأحدث المعدات والآليات لضمان أفضل استجابة وتعامل مع مثل هذه الحوادث واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه مدير الأمن العام لواء عبيض الله المعايطة عن أبرز الإجراءات التي اتخذت منذ لحظة تلقي بلاغ انهيار المبنى وتعامل الفرق المتخصصة التي ما زالت مستمرة في أداء واجبها ترجمة نانسي قنقر